اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعليلية وهنا ايضا تكون حرف ومع هذا الشرح المفصل اولا تكون اذ ظرفية للزمان بمعنى حين الزمان الماضي بمعنى حين اي اذا استبدلنا اذ بحين فان المعنى يكون صحيحا مثال ذلك قوله تعالى اقول بالله من الشيطان الرجيم الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفر ثاني ثاني اذا ما في الغار اذا يقول يصاحله لا تحسن ان الله معنا طبعا هذه حكاية عن نجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه أضو بكر الصديق رضي الله يقول القرآن الكريم الا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا اخرجه فعلا والقصة السباضية يحكي عنها القرآن الكريم فاذ هنا بمعنى حين ولو غيرنا اذ بكلمة حين لكان المعنى صحيح يقول العراب اذ ظرف لما وضع من الزمان مبني على السكون ظاهر على آخر هذا كله قصف والاعراب في محل نصر مفعول فيه طبعا لانه ظرف زمان فيكون مفعولا فيه وهو مضاف فاذ تعره مضافا اليه الجملة طبعا بعدها جملة فعلية في محل جر مضاف اليه ثانيا تكون ظرف لما يستقبل من الزمان قول الله تعالى وسوف يعلمون أي يوم القيامة فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والعياذ بالله إذن هنا تدل على الزمان المستقبل أيضا إذا استبدلنا إذ بحين فإن المعنى يكون صحيحا وتعرب إذ ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون الظاهر على آخره طبعا خورك لإتقاء السكني في محل نصف مفعول فيه وهو مضاف والجملة الإسمية الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم الأغلال المتدأ وفي أعناقهم شب الجملة في محل رفخ بر إذن الجملة الإسمية في محل جر مضاف إليه للظرف إذ تكون أيضا إذ مفعولا به بعد الفعل المتعد أذكر فوفع المتعد لا بد له من مفعول به فإذا لم يستوفي مفعوله وهذا هو الشرط إذا لم يكن له مع أنه متعد ولم يكن له مفعول به فتكون إذ مفعولا به وهذا هو الشرط لم يستوفي مفعول كقول الله تعالى واذكر واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا السؤال ماذا يذكرون إذ فإذن تعرف مفعولا به إذن اسم إعراب اسم مبني على السكون الظاهر على آخر في محل نص مفعول به للفعل أذكر لبذا حل مفعولا به لأنه بدل المفعول به لأن أذكر عفو لأنه مفعول به لأن أذكر يعني لا بد له مفعول به والمفعول بغير الموجود فيكون إعراب إذ مفعولا به إذن وهو مضاف والجملة الفعلية كنتم قليلا فاخصركم جملة فعلية في محل جر مضاف إليه أيضا تكون بدلا من المفعول به هذه المرة تأتي بدلا المفعول به فقول الله تعالى وذكر في الكتاب مريم إذن ذكر المفعول به هنا مع أن المفعول به موجود لكن إذ تكون بدلا من المفعول به هذا إعرابها إسم مبني على السفول وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين في محل نص بدل اجتمال من المفعول به مريم إذن فهو تلاحظون بعد قراءة الآية الكريمة وذكر في الكتاب مريم فمريم مفعول به منصوب على متصب فتحة ظاهرة على آخره إذ انتبذت إذ انتبذت هي يعني فإذ هنا بدل المفعول به إذن وهو مضاف والجملة الفعلية انتبذت في محل جر مضاف إليه دائما الجملة فعليا وإسميا بعد إذ تكون في محل جر مضاف إليه أيضا تعرب إذ أيضا مضاف إليه لكن بشرط أن يسبقها ظرف زبان كقول الله تعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذن تلاحظون كلمة بعد ظرف زبان بعد إذ هديت بنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا إذن بعد تعرب ظرف زمان مفعول فيه طبعا منصوب على نصبه فتح الظاهر على آخره وهو مضاف وهو مضاف والجملة الفعلية هديتنا في محل جر بالإضاء الإعراء إذن إذ اسم مبنى السكون الظاهر على آخره في محل جر مضاف إليه والجملة الفعلية هديتنا في محل جر إذن في هذه المرة إذ يكون مضاف إليه وليس كالمرات السابقة حين كان مضاف وبعده مضاف إليه لا هو الآن هو المضاف إليه والجملة بعدها في محل جر بالإضافة أيضا تكون إذ هذه المرة حرف تعيد إذن الحالات السابقة حالات الخمس كلها تكون عفوا الحالة الكولة تكون ضر والحالات الباقية تكون إسم وفي هذه الحالة حالة قبل الأخيرة تكون حرف كقول الله تعالى أي لأنكم ضر أنكم في العذاب مشتركون بمعنى من المفروض أن الناس إذا اشتركوا في شيء مؤلم فإنه يخفف عنهم لأنهم جماعة يقتصرون يقتصمون ذلك الشيء يخفف عنهم كما يقول إذا عمت خفت لكن الله تعالى يقول مع أنكم مشتركون عاقبون ولن يخفف عنكم شيء بسبب اشتراك اشتراك فيكم في العذاب إذا إذ حرف تعليل مبني لا محل له من العذاب حرف تعليل يعني حرف سبب والمعنى إن لأنكم ضرمتم إذ حرف تعليل يعرفها مبني على السكون ظاهر وذا وصف لا محل له من العذاب آخر الشيء تكون إذ حرف مفاجأ أو فجائية وهو الواقع بعد بين أو بين كحديث عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس إذا تلاحظون بينما إذ هنا بعد بينما فهنا تكون مفاجئة أو فجائية كما يقول إذ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع إذ طلع عنه فهنا الرجل طلع فجائة أو مفاجأة وتعرب فتكون إذ هنا لتستعمل المفاجأة إذا كانت بعد بين أو بينما في هذه الحالة بعد بين وتعرب مفاجأة أو فجائية مبنية على السكون على آخرها لا محل على أحرف إذن على آخره لا محل لهنا الإعراب إذن خلاصة معاني وإعراب إذ تكون إذ ظرفية الزمان الماضي والمستقبل في محل مص مفعول أي منصوب على الظرفية كما تكون مفعولا به اسم بعد الفعل أذكر الذي لم يستوفي مفعوله وتكون بدلا من المفعول به اسم في حال أن الفعل أذكر استوفى مفعوله فتكون هي بدلا من المفعول به من المفعول به الموجود وتكون حرفا مجائيا وتكون حرفا هنا وتنتهي هذه الحلقة من صالح الكاتو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر